بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعنوه رحمة العالمين لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ وما هو فضلها العظيم؟ وأي ليلة هي ليلة القدر؟ وما الأدلة على ذلك؟ وأفضل أعمال التي تعمل في هذه الليلة ويخفل عنها كثير من الناس؟ الفيديو ده هم جدا 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 وفي معلومات همة جدا جدا فياريت تساعدوني وكل واحد يعني يرى هذا الفيديو يحاول ينشره في كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي حيث يصل هذا العلم إلى أكثر الناس لكي يحصل صبابا عظيما أولا لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ لفضلها العظيم لأنها ذات قدر عظيم بأول حاجة ثانيا تقدر فيها الأجال أو تنسخ فيها الأجال وتقدر فيها الأرزاق طيب أي سبب إنزال سورة القدر؟ وإيه سبب أن الله سبحانه وتعالى حبانا بليلة القدر؟ ربنا حبانا بليلة القدر لأننا أفضل أمة على الإطلاق قربنا سبحانه وتعالى خلق سبعين أمة خلق سبعين أمة نحن أكرمها وأفضلها على الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة واحد من بني إسرائيل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أصحابه فقص عليهم قصص إن واحد من بني إسرائيل عبد الله سبحانه وتعالى في صوام معه خمس سمائة عام أو واحد في بني إسرائيل حمل السلاح وجاهد في سبيل الله خمس سمائة عام فأشفق الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أعمر أمتي بين الستين أو السبعين وقليل من يتجاودوا ذلك قال له يا رسول الله أننا لنا هذا السواب حصل السواب ده إزاي فأنزل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر عشان تبقى العبادة فيها أفضل من عبادة 83 سنة وتلت يعني إنسان لو أحسن في ليلة القدر 10 سنين وقامها إيمانا واحتسابا كأنه عبد ربنا سبحانه وتعالى ما يقرب من 900 سنة يبقى أحسن من بني إسرائيل وأحسن من كل الناس ونصبت كل الأمم يوم القيام لذلك حبانا الله سبحانه وتعالى بليلة القدر طيب ليلة القدر أيضا يعني أعطاها الله سبحانه وتعالى هذا الشرف اللي نزف في القرآن كما قال عبد الله بن عباس من اللوح المحفوظ لأن القرآن مكتوب بماء الزهب في اللوح المحفوظ فنزل به جبريل من اللوح المحفوظ إلى مكان في سماء الدنيا وسمى بيت العزة ثم نزل به منجما على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة 23 سنة إذن الليلة القدر هي ليلة معينة نزل فيها جبريل من لذلك حظيات بهذا القدر إنها ليلة أيضا غير إنها تنسخ فيها الأجال وتقدر فيها الأرزاق رب رسول الله تعالى يتكلم مع الملائكة أغنوا هذا أفطروا هذا هذا قد حان أجله هذا كلام ده كله بيحصل في كل سنة بتقدر فيها لذلك سمية ليلة القدر نزل فيها جبريل من القرآن كله من اللوح المحفوظ إلى مكان يسمى فيстве بية العزة ، في السماء الدنيا متى تكون ليلة القدر؟ أو متى هي ليلة القدر؟ لا هي ليلة السابق والعشرين ونضرق الجمهور حول أحدكم أديلة كثيرة جدا قوية جدا جدا إنها ليلة الس規 العشرين لكن معنا كده نقول لكم بتكتهدوش فالليلة الثانية لكن، وإنت تكتهد في ليلة السابق والعشرين احتسب الأجر أنها ليلة القدر احتسب السواب والأجر أنها ليلة القدر يعني كون اقصا اخلاصا من اي ليلة تانية اعظم الليالة 27 بعدها 25 بعدها 23 وليلة القدر هي ليلة 27 وحاولكم الادلة دلوقتي لكن نكتهد في العشر الاواخر ونكتهد اكتر في الليالة الوطرية خاصة 23 و 25 و 27 ونكتهد جدا 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 في ليلة 27 لان هي ليلة القدر وحاولي حضركم الادلة اولا دليل الاول تلاح ع رجلان في المسجد يعني حصل منهم شجار وعلت اسواتهم في المسجد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت خاركت لو اقبركم عن ليلة القدر اي ليلة هي ولكن تلاح ع رجلان فانسيت فانسيتها ولعل هذا ولعله خير لكم طيب ده الدليل الاول اللي يقولنا ليلة القدر ليلة 27 ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان طالع يقول للناس هي امتى فتلاحى رجلان في المسجد وارتفعت اسواتهم فرفعت يعني رفعت فانسيتوها يعني العلم اللي جال هي امتى نسيت ولكن اخبركم باماراتيها او علاماتيها فرفعت ولعله خير لكم يكون ده احسن لكم عشان تكتهدوا في ليلة 30 او اخي طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خارجي عشان يقولهم هي امتى بالزبط طيب لو هي لو هي لو لو ليلة القدر متغيرة تتنقل من يوم من ليلة الليلة كما يقول بعض العلماء طيب حيقولهم كان حيقولهم ازاي هل مش فيه مطق وعقل فيه مطق وعقل وفيه قياس وفيه ادلة لو لو ليلة القدر متغيرة متتنقل من سنة لسنة ما كانتش الرسول صلى الله عليه وسلم حيقولهم هي ليلت كذا السنة الجاية هي ليلت كذا السنة اللي بعدها هي ليلت كذا غاية يتوم القيامة نفترض ان نفضل عن اليوم القيامة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم خنائة بالرجلين اصبحت متغيرة تتنقل مرضو كلام مش منطقي رسولة لان رسول الله сказал بيقول اك ningún علم thought out I tell you هي امتا بالتعين هي طرافها بسبب خنائة دي . لكن افصلت بسبب خنائة دي يبقى ازان هي ثبتة المستغيرة لان رسول صلى الله money canенroffen because it means they were the evening. الناس ليela Joe sallall göra klein known he made it. كذا السنين ليهاوبicar again she is the evening يبقى ازان هي ثبتة ليiami فقطussy and then it was not like this. يبقى ازان هي ليلى معينة. يبقى ما هي الليلة 27 ведت يباية ليلة السبع عشر. ده الدليل الاول. الدليل التاني ان الرسول قال لنا انها ليلة سبع عشر بشكل غير مباشر. قام الليل في ليلة ثلاثة وعشرين قام طولة الليل في ليلة ثلاثة وعشرين. قام طولة الليل في ليلة خمسة وعشرين. قالت قام تلتلي الليل في ليلة السبع عشرين. طب هو لما يقول لقى تلتلي الليل بالناس في المسجد النبوي في ليلة سبع عشرين. بعدين الناس اقتز المسجد وامتلع ما خرجش في ليلا حشر ايو 9 يتسرkan 20 وعلمتوا باجتماعكم ولكنpeutألم تفرض عليكم ولن تقضيوا ولا انتستطيعهم. فقافلة قيام الليل يفرض على الناس ما ياراضهش يطلع يوام 29 القيامian 20 كان ام لا ناء بكالا ساعتما كان الى التسعة عشرين لها ليلة 27 بشكل غير مباشر بشكل غير مباشر ده ليه التالت سيدنا أبايد بن كاعدة أقسم قال له الله إني أعلم أي ليلة هي في رمضان وهي ليلة 27 وأقسم على ذلك قسم كما قال العلماء في الحديث الصحيح أقسم لا يستثني أنها ليلة 27 طب سيدنا سيدنا أبايد بن كاعدة أقسم ليه قال هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله وأنها تطلع يومئذ لا شعاعة لها كأنها لا شعاعة لها وتطلع في غدايتها في رواية تانية كأنها تست ليس لها شعاعة رواه الإمام أحمد وأن العلماء هذه بتبسى في ليلة 27 الصبح وأقسم على ذلك سيدنا أبايد بن كعب ده في رواية وفي رواية تانية أقسم عليها قال هي الليلة التي قاب بها صلى بها صلى فيها بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسين ليل تعرفين من أبايد بن كعب سيدنا أبايد بن كعب من أعلم الصحابة بالقرآن قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وأخضاهم علي وأقرأهم أبايد سيدنا سيدنا أبايد بن كعب لما يكون عنده أي إشكال في القرآن يجيب سيدنا أبايد بن كعب لأنه أعلم الصحابة على الإطلاق بالقرآن وكان الرسول الله صلى الله عليه دائما يدور عليه خليه يقف في الصف الأول لأنه كان أعلم الصحابة بالقراءة لما واحد الصحابة زي هذا يقسم بالله لا يستثني إنها الليلة السبع العشرين تفتكر واحد صحابي زينا تعرفين علم سيدنا أبايد بن كعب إيه سيدنا أبايد بن كعب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أخبرني يا أبا يا أبايد بن كعب في أي آية تراها أعظم آية في القرآن سيدنا أبايد بن كعب قال له يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلا آية الكرسي قال له دي هي سيدة آيات القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر سيدنا أبايد بن كعب بيده ضربه شديدة على قلبه قال له هنيئا لك العلم يا أبا المنذر هنيئا لك العلم يا أبا المنذر ده كلام ده خلي بالك تصوره لما الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب يده الشريفة على قلب على قلب الرجل يبقى قلبه يبقى عمل إزاي وعلمه يبقى عمل إزاي يبقى إيه سيدنا أبايد بن كعب استنتج استنتج إن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن قبل ما الرسول العسام يقول له. بس ينه اباية ابن الكعم مش هعرف اسكت ليلة يستنتج ليلة القدر ليلة السبعة وعشرين. واحد في حجم صحابي زي ده. هل واحد صحابي زي ده يحنس في اليمين ويقسم بالله على شيء همش متأكد منه? مستحيل. مستحيل. بقى ازا ده ده اباية اباية ابن الكعم وده كلام اباية ابن الكعم. طيب ده دليل بعد كده. زي ابن حبيش. زي ابن حبيش ده واحد من كبر التبعين. وده واحد انترام زي اوباية ابن الكعم. قال سألت اوباية ابن الكعم. قال سألت اوباية ابن الكعم. ان اخاق ابن عبدالله بن مسعود يقول ان متى ليلة القدر? قال هو يقول هي ليلة. من يقوم الحولة كلها يصب ليلة القدر وانها في رمضان وانها ليلة سابع وعشرين. ولكن اراد اللي يتاكل الناس. يبقى ازا اوباية ابن الكعم قال ان عبدالله ابن مسعود عارف انها ليلة السابع وعشرين. بس ما اراداش يصرح بده ويأكد ده للناس. عشان الناس ما تتاكلش. يعني تتواكل. وتسيب الاجتهاد والقيام في كل الليلة اجتهاد بس في ليلة السابع وعشرين. دليل بعد كده. اه. عبدالله بن مسعود اه عبدالله 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 ابن ابن الكعم قال. لقد علم انها في رمضان انها ليلة السابع وعشرين. ولكن كارها ان تتاكلوا. حديث الترمزي. دليل بعد كده. زر ابن حبيش رحمه الله. قال لو لا صفها صفها اكم. لا اه وضعت يدي في اذني. فناديته. انا ليلة. انا ليلة. انا ليلة القدري سابعون وعشرون. نبأني من لم يجذبني. عن نبأ من لم يجذبه. نبأني. من لم يجذبني اللي هو ابي بن كعم. عن نبأ من لم يجذبه. ولو عبدالله ابن بسعود. دي بعد زر ابن حبيش. يقول له لا صفهاء. والناس اللي ما عندهمش علم. اللي هم ممكن يسبوني ويشتموني. لو كنت حطيت اذن. الاسبع في هزني. وناديت بقول له صوتي في وسط الناس. قلت ان ليلة القدري هي ليلة السابع عشر. سابتة لا تتغير. الحديث الدليل بعد كده. زر ابن حبيش قال. كان عمر وحذيفة. حذيفة ابن اليمان كاتم اصر الرسول على سلم. وناس. واعلى من الناس. بالشر وبالفتن ليلة من القيامة. وناس من اصحاب رسول الله. اصحاب رسول الله. لا يشكون. انها ليلة سابع عشرين. رواه ابن ابي شيبة رحمه الله في المصنف. يبقى. زر بيقول لك ان عمر وحذيفة واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يشكوا انها ليلة السابع عشرين. دليل بعد كده. دليل السابع عشرين. معايد ابن ابي صفيان. والذي قيل عنه. الحديث في بخاري. انه فقيه. قال ليلة القدر ليلة سابع عشرين. رواه ابو داود. تبقى ده مذهب عبد الله ابن ابي صفيان. حديث دليل تاني قوي جدا. قال عبد الله ابن عباس عبد الله عنه جاء رجل الى الى اه رسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اه يشق علي قيام الليل. انا رجل انا رجل علي الكبير. يشق علي القيام. فمرضي بليلة. فمرضي بليلة واحد. لعل الله يوفقني فيها الى ليلة القدر. قال له عليك بالسابعة. ليه ليه سابع عشرين. رواه المام احمد. حديث صحيح. رجل كبير في السن. قال له انا كبير وعيان. قلي ليلى هواحدة بس اكتهد فيها. ليلى هواحدة بس اكتهد فيها. قال له اكتهت الليلة السابعة عشرين. ده بطن意عنا ايه؟ هل. الراجل ده رجل كبير وعيان. هل هو بيقول الله السنة دي بس؟. ولا بيقول له السنة دي والسنة الجاية واللي بعدها. بس سنة دي والسنة. لان المتوقعة ايه؟ هل هو الراجل الكبير ده هيكون خفى السنة الجاية وسحيته بيت حسن ولا السنة جاية هيكون اصبح اكبر سنا واضعف. المنطق العقل بقول انه حيفضل. يبا ايزا هو بيقول له لما قال له عليك بالسبعية يعني معناها السنة دي والسنة الجاية والسنة بعدها السبع عشرين. هل دي خصية لهذا الرجل? هاش خصية? هاش خصية? لكن رمى الراجل الاحق له وتعبان قول لي ليه لوحدة? رحمته من لهذا الرجل? قال له اكتهت ليلة السبع عشرين. يبا ايزا المنطق مش ممكن الرجل ده هيكتهد. هالرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف انه هيموت السنة بعدها. بادي بقول له عليك بالليلة السبع عشرين كل سنة. يبا ايزا هي الليلة السبع عشرين? طيب. الدليل بعد كده. قال ابو هريرة ايكم يذكروا حين طلعت طلع القمر وهو مثله شق جفنة. قال ابو الحسن الفارسي اي ليلة سبع عشرين في انها تطلع في انها تطلع او يطلع بتلك الصفة. يطلع بشق جفنة. جفنة يعني طبق مكسور. قمر بيطلع بين تطلع في هذه العلامة للعلمة السبع عشرين. يطلع هذا ا dynamic في الحديث الصحيح تطلع في ليلة سبع عشرين هي كانت تطلع في ليلة سبعة عشرين. طيب من ايين بعد يأتي الشك؟. من جاء هناك حديث ثانية. تطلع في ليلة واحد وعشرين تطلع في ليلة اربعة عشرين. طيب الليلة اربعة عشرين هي الأيال وليبش وطرية ومعروف انها تجلي هناك في اليلة وطرية. أدخب فيه نسبة شك. طيب هو الرسول صلى الله ministre يججب. عليه السلام عشان لله. لكن ربنا بيلقي في روع هذا الكلام. الهامة من رب العميس وعلى تعالى عشان يصبح فيه نسبة شكة ولا وبسيطة عند الناس. عشان يختلف العلماء. هل هي سبتة او متغيرة. وعشان. وبالتالي. والناس تضطر انها تكتهد. في كل الليالي. او خاصة في الليالي اللوترية في العشر الاواخر. عشان. نحصل اكبر ثوابا. وكتير من الناس يحصل اكبر ثواب. يبقى في عند الناس كتير فرصة انها توصل لأعلى درجات الجنة. يبقى 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 الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول اشياء فيها خلاف. او اشياء متضضة. لا يقول ذلك الا واحيا من الله سبحانه وتعالى. لمصلحة الامة. يبقى مصلحة الامة. طيب. في ادلة تانية عبدالله بن عباس بنع عليها. رأيه انها ليل السبع عشرين. سورة القدر. سورة القدر لو انت عديتها هتلاقيها تلاتين كلمة. لكلام عبدالله بن عباس. بص على كلمة هي. هتلاقيها ليلة سبع عشرين. بس الحرف بتاع الواو بتعتبرهش كلمة. حرف وايدة حرف عطف. ماهوش كلمة. ان انزلناه في ليلة القدر. وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. سلام هي. سبع عشرين. كان بربنا بقول لك هي ليلة السبع عشرين. وبعدين هو كمان في دليل تاني. قال لك كلمة ليلة القدر مكررة ثلاثة مرات في سورة القدر. ليلة القدر تسع حروف اضرب في تلاتة يبقى سبع عشرين. لا مش كلمة بس. لما قعد في جلسة مع سيدنا عمرو الخطاب. سيدنا عمرو الخطاب قال له. اي ليلة تظن هي ليلة القدر. في الجلسة دي قال له يا 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 امير المؤمنين اظن هي ليه سبع مره او سبع سبع بقوا من العشر الاواخل. يعني كانوا بيقول له يعني يا سبع سبع مره. يبقى ليلة سبع عشرين او سبع بقوا ليلة تاتة عشرين. قالت قلو ليه بيخليك تقول كده. قال له يا امير المؤمنين. السماوات سبع والارضين سبع. والتغاف في الكعبة سبع. السعي بين الصفر مره سبع سبع مرات. ايام الاسبوع سبع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال. سبع يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظل. لها سبع. ربنا بقول على جهنم لها سبعة ابواب. وكل باب منهم جزء مقسوم. سبع يظلهم الله. اطوار 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 خلق الانسان سبع. لما ربنا ذكرهم في سورة المؤمنين. هو الناس اللي خلقكم من طلاب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لقرة لكم. اطوار اطوار خلق الانسان سبع. كما ذكر في سورة المؤمنين. ايام الاسبوع سبع. فسيدنا عمر ابن خطب المولود. يعني انا بحثت في سورة اللي اتحكيت تاني كتير. انا عبدالله درس ضرب بعض. امثلة. المولود يسمى يوم سابعة. ويحلق شعره يوم سابعة. ويتصدق عليه. ويعقع عليه في يوم السابعة ايضا. يبايدا يوم سابعة. ليه رقم سبعة له خصية. ليه ليلة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل الكبير قال له عليك بساعة. ما قالهش السابعة والعشرين. سابعة. بيدا ليه بعد كده. ليلة القادرة اللي هي قادر كبير لان جبريل نزل في ليلة معينة بالقرآن. من اللوحة المحفوز الى الى بيت العزة. في ليلة معينة. يبقى لازم تكون الليلة دي ما دي السابتة. كgets انا بنحتفل بليلة نازل فيها جبريل. من بيت. بالقرآن الى الى وحة المحفوز. لما كان اسمه بيته العزة في سماء الدنيا. بقى الزات ما متغيرة. علوكم دليل بالسنة. رسول صلى الله عليه وسلم مما سئل عن صيام يوم الاتنين قد هكا يوم ولدت فيه وانزل علي فيه وترفع فيه الأعمال والله وحبه أن يوفى عمله الله ونصال يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيحترف بميلاده في كل يوم اثنين كل أسبوع يبقى يوم الاتنين ده ثابت ولا متغير يبقى هو لما بيحتفل بميلاده يوم الاتنين لأنه هو اتولد يوم الاتنين يوم الجمعة لها فضل عظيم ليه؟ لأن فيها ساعة إجابة لا يوفقها عبد المسلم الساعة دي سابتة ولا متغيرة؟ سابتة ونجا في الحديث صحيح إنها آخر ساعة بعد ساعة العصر قبل المغرب سابتة ولا متغيرة؟ سابتة يبقى زالت الأرض تجمع ليلة القدر حتبقى متغيرا ليلة النصف من شعباه لها فضل عظيم وعندما قال لنا من أفضل الليالي بعد ليلة القدر ليه؟ لأن ربنا بيتطلع فيها على العباد يخفي لكل الناس إلا مشرك أو مشاح هل الليلة تسابتة ولا متغيرة؟ ليلة نصف من شعباه؟ سابتة كل سنة هي الليلة نصف من شعباه؟ ما بتتغيرش الساعة الوسطى معروف نيه؟ كيف الحديث صحيح نفس مسلم؟ إنها ساعة العصر هل بتتغير؟ هل النهاردة الواء الوسطى يا ساعة العصر؟ بكرة هتبقى ساعة تانية بعد بكرة هتبقى ساعة تانية؟ معنى علماء اختلفوا فيها على خمسة أقوال لكن الصحيح إنها ساعة العصر لكن يظل الخلاف عشان يكون في نسبة شك عشان ناس تكتهي يبقى إذن ليلة القادر هي ليلة معينة هي تتغير؟ ليلة معينة هي تتغير؟ طيب دي بعض الأدلة القوية جداً إنها ليلة السابق العشرين عشان كل واحد يكتهد ليلة السابق العشرين يحتسب الأجر، وأقول لكم ذات يحتسبه الأجر وأقول لكم بقى بعض الأعمال اللي بيغيب عن كثير من الناس إنه يعملها في ليلة السابق العشرين من الله صدق عظيم جدا 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 أول حاجة الصدقة سيدنا أناس ابن مالك يقول أخبرنا أو قرر الله عنه الصدقة العمل والصدقة والصلاة في ليلة القدر أفضل من ألف شهر خلبيناكم هو قال العمل ده كلام عام على أي حاجة تعملها ليلة السابع العشرين يعني قال الصدقة والصلاة أو الصلاة والصدقة يعني شقين أهم ركني في الإسلام اللي هو الصلاة والزكاة يعني بعض الأسف بعض شيوخ قالوا النفقة في ليلة السابع العشرين بدعة عن كلام يعني كلام جهل والعوذ بالله ده تخصيص ليلة السابع العشرين بالعكس ده تخصيص ليلة السابع العشرين بالنفقة من أعظم الأعمال ذلك انا في كل ليلة السبعة عشرين في رمضان وفي يوم عرفة اتصب بكل الفقراء واعطيهم ما يتبسر لي واكتهد ان انا اقبلها بشهر اقعد بعض حوش عشان اطلع ليلة السبعة لشهر ليه ليه لان العماء قالوا ايه يعني كلمة ليلة القدري خير من الف شهر معناها معناها ان انت اي عمل بتعمله زي ما سيدنا قريس بن ملك قال في ليلة السبعة العشرين هيبقي افضل من ان تعمل العمل ده تلاتين الف ليلة تكررك في كل في كل ليلة لمدة تلاتين الف ليلة في شرط ان كل تلاتين الف ليلة دول شلية القدر يعني انت لو عملت اي عمل وكررته تلاتين الف مرة في تلاتين الف ليلة انت وصل ل concerts بل عمل مجموع ده انت معلتا مرة واحدة بس في ليلة السبع العشرين هو ده معنى ليلة قادر يخبره من الف شهر فأنت لو تصدقت بمية جنيه ليلة السبع العشرين أفضل من أنت تتصدق بتلاتة مليون جنيه بيلا مبالغة واخسم بالله على ذلك في شهر شوال أو شهر صفر على واحد مليونير تصدق بتلاتة مليون جنيه فعلا مش مجازا فعلا جاب تلاتة مليون جنيه وتصدق بهم في شهر شوال أو شهر صفر واحد تاني تصدق بمية جنيه ليلة السبع العشرين اللي تصدق بمية جنيه يسبقوا يمليامها وبقى سوابوا أعظم منه في ميزان يبقى اللي ما بتصدقش هو قادر على تصدق خسر قديه في السباب خسر خسر كبير جدا العمل التاني صلاة التسبيح صلاة التسبيح جاء في فضلها إن من صلاها ولو مرة واحدة دخل الجنة بغير صبيقة حساب ولا عزاب ليه؟ لأن رسول صلاة التسبيح قال في الحديث يا عمي يا عباس يا عم رسول الله الحديث صححه وحسنه أكثر من مئة عام العالم صححه وحسنه زال الجاء في الأسار كان السلف الصالح بداية من التبعين إلى الآن يحرصون على أداء صلاة التسبيح في شهر رمضان وبينها بتقعد وأحرى ليلة تكتهد فيها وتصلي فيها هذه الليلة لأن ربير سبحانه تعالى بيعتق فيها أو تأخذ فيها ليلة السبل الشيء صلاة التسبيح يا عمي يا عباس يا عم رسول الله ألا أحبوك ألا أخصك ألا أهديك ألا أمنحك بعشي خصال أنت فعلتها غفرة ضروبك أولها وآخرها كبيرها وصغيرها خطأوها وعمدها سرها وعليناتها أولها وآخرها أولها وآخرها كبيرها وصغيرها سرها وعليناتها خطأوها وعمدها خطأوها أولها وآخرها قديموها وحديثوها أولوها أوخر وآخروها قديموها وحديثوها خطأوها وعمدوها سرها وعلى ليتوها كبيروها وصغيروها يعني رسول صعبت عايز يقول لك لنت صليت الصلاة دي تخفر كل الكبائر والصغير إلا الكبائر المتعلقة بحقوق الآدمين بس درمت إنسان سفقت دم إنسان خط في عرض إنسان لازم تسترضي لأنه ده دي حقوق الناس بش حقوق ربنا سبحانه وتعالى يعني صلاة التسبيح أشبه بصلاة الحج أصبح بالحج للباية الله سبحانه وتعالى الحرام لذلك جاء النسان لو صلاها تخفر ظنوبه كله ما تصلاهش نية السبع والعشاء اللي فيها يبقى تضاعف السواب أكتر من 30 ألف ضعف ده جاء في أحد الروايات وتخفر ظنوبك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبك يعني لو أنت زنوبك أكتر واحد على وجه الأرض يعني ذنبا لو كنت أكتر أهل الأرض ذنبا وأعظمهم ذنبا لو صليت الصلاة دي تخفر ظنوبه تصلاه إزاي أنا كنت تكلمت طبعا ما فيش وقت لأنه أسألت لكم الفيديو ده طويل فمش عايز أطول عليكم لكن باختصار بتصلي أربع ركعات تقرأ الفاتحة وصورة ممكن تقرأ صور مش لازم صورة واحدة صورة يعني لو قرأت مثلا مسأل أسابي المسأل صورة الإخراس مئة مرة السمتاع الأربع ركعات عشان تكتب أو أميتين مرة أو أميتين مرة عشان تكتب من المقنطرين لأن أنت لو كتبت لو صليت بخمسمائة آية في ليلة بتكتب من المقنطرين ومنقنطرون بتاخد صلاة إنطار إنطار خير ومما تلعت عليه الشمس ألف ومتين مرة سيدنا معاذ بن جبل سأل رسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من قام في ليلة بعشر آيات لو يكتب عند الله من الغافلين الحديث صحيح ومنقام بمئة آية كتب من القانتين ومنقام بألف آية كتب من المقنطرين العماء قالوا القنطار أفضل الأقوال اللي جات فيها سيدنا معاذ بن جبل سأل رسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بقى القنطار قال له القنطار ألف ومئتين أقية الأقية خير مما ترت عليه الشمس يعني إنسان لو عنده عنده أرض قد كرة أرضية كلها وتصدق بها ألف ومتين مرة ما يصلش صاحب القنطار بربرة يديك في المساحة يعوضك في مساحة الجنة ومن القيامة في مراسك في الجنة قد كرة أرضية كلها ألف ومتين مرة دا في رواية أتنشر ألف مرة أتنشر ألف أقية أتنشر ألف أقية ما أنت بط تجمع بين الحسنيين صالي صاتي التسبيح وتقوم بخمسمائة آية يعني في رواية من روايات من قام بألف آية إلا خمسمائة آية كتب إله كنتار من الأجر فمراسك يزيد قد الكرة الأرضية كلها أكثر من ألف ومتين مرة يعني أحاولي خمسمائة مليار كيلومتر دا الكلام دا في غير غير ليلة القادر طب يضرب الكلام دا فتا العمل دا أفضل من أن تتكرروا مرة في ثلاثين ألف ليلة طب دا من نسبة لي طب صلاة التسبيح بتصالة إزاي صلاة التسبيح وتقرأ القرآن بصورة أو صور بعدين تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا أغلقissement gì وبصورةische Kristobd غير خمسة وسبعينо اجمع كده يبقى خمسة وسبعين تسبيحة كل واحدة منهم لا إله إلا الله والله أكبر لا أكبر لا حاول توحهم في البلاد في أربع ركعات يعملوا 300 تسبيحة كل واحدة منهم فيها خمسة يعني 1500 تسبيحة يبقى ممكن تقرأ بقيات كتير الفارق بقى في الأربع ركعات دول ان انت بتصلي بقية بالصورة بتقرأ الفتحة وبتقرأ صور أو صورة في الأربع ركعات وما فيش تشاهد أوسط ما فيش تشاهد أوسط لان انت قرأت قرآن بعد الفتحة فقاعدة الفقهية عندما نسأل لو قرأ قرآن في الرقعة الثالثة والربعة بعد الفتحة بيلغي التشاهد الأوسط يبقى انت هتصلي أربع ركعات متصلات ليش هتقرأ التشاهد الأوسط لك هتقول التشاهد الأخير بس فانت هتقرأ الفتحة وهتقرأ صورة أو صور لو قدرت ان تقرر صورة الإخلاص عشان تقرأ 500 آية أو 1000 آية بشيء عظيم وبعد كده الرقعة الأولى والثانية والثالثة ما فيش تشاهد أوسط لكن هتقول بس التشاهد الأخير وبكده بقى انت صليت صلاة التسابيع لو مش هتاخد منك يعني يا الصلاة على بعض حوالي نصف ساعة أو ساعة لربع بالكتير لكن هتصوا بعظم جداً جداً طبعاً الحاجة الثالثة أهم حاجة قبل كل كده الكلام دوت تصلي العيشة في الجامع وتصلي الفجر في الجامع ليه؟ صلاة العيشة بقيام نصف الليلة وصلاة الفجر في الجامع بقيام الليلة بحالها تبقيام الليلة بحالها فعلاً طب ده اللوء يعني ده علي السائلين الصواة بتاع قيام الصلاة انك تصلي بألف ليلة بألف آية وشان تصلي بألف آية بتاخد لك ساعة ونصف أو ساعتين سيدنا أصوار المعفهم كان بيصلي بالقرآن كله من أوله إلى آخره في رقعة الواتر يبتدي بعد العيشة ينتهي قبل الفجر على طول في الحرب يبقى انت لو صاد الفجر بتصلي قيام الليلة كاملة مش معناها قيام الليلة مجازة لأن سيدنا عثمان قال سمعت الرسول الله في الحديث صحيح ما تصلى الفجر فيه جماعة كأنما قام الليل كلها في فقل كبير جدا من قام الليل وقام الليل وكل قام الليل وكلها يعني معناها وقفت على رجلك طول الليل طب لو واحد لو وقف على رجلك طول الليلة مش هيقرأ ألف آية ممكن يقرأ نصف القرآن حيث يكرر ما يقرأ عشر أجزاء ما شح يقدر ما تعمل على قرآن كله لان ما لما تصلي العيشة في الجامعة تكتب لك 15 ألف ليلة وفي صعود الفجر في الجامعة قيام 30 ألف ليلة كاملة أفضل بكثير من قنطار اللي هو ألف آية وأفضل بكثير من أنت تاخد قد كرة أرضية كلها ألف ومتن مرة يبقى حيث تاخد صواب الديل من رأسك في الجامعة في الليلة دي حيزيد الديل لما تصلي الفجر والعيشة في الجامعة وتاخد صواب قيام 45 ألف ليلة الحاجة اللي بعد كده بيخفر عنها كثير من الناس تقرأ صوت الإخلاص ما شاء الله مئة مرة بيتم مرة على قدم التأطر ليه؟ هتحقق أصواب عظيم جدا كل تلت مرات بختمة ده في غير ليلة السبعة والعشرين قال عليه الصلاة والسلام من منكم يستطيع أن يقرأ صورة القرآن في ليلة قرأ صور الله من يطيق ذلك قال من قرأ قلوه الله أحد فقط قرأ صورة القرآن حديث صحيح ما فيش في كلام لو أنت لو قريت قلوه الله أحد مئة مرة كأنك ختمت القرآن تلاتة وتلاتين مرة وكسور ده في غير ليلة القدر يضرب الكرام ده في تلاتين ألف مليون ختمة كأنك ختمت القرآن مليون ختمة ستبني أصورة الحديث الصحيح اللي تقبل العماء بالقبول الحسن والصحى والإمام الألباني قال لأنه من مرسيل سيدنا سعيد بن المسيب وده إمامي التابعين لذلك الحديث المرسلة اللي بتجي عن طريقه العماء بيعتبره صحيح يعني السنة كله صحيحة لغاية سعيد بن المسيب لكن مفوش صحابي وده جميع من كلمة حديث مرسل بل الله بيتا في الجنة أو قصرة في الجنة من قرآها عشرين مرة من قرآها ثلاثين مرة من قرآها ثلاثة قصور فقال عمر بن خطف إذا نكسر يا رسول الله قال الله أكثر وأطيب وفي رواية عن سيدنا أبو بكر أيضا طيب طب ربنا بيبني لك لأنت لو قرأت بيت مرة هتبني كم أصر مفروض ان انت هتبني ده في بقى رواية تانية قال زجرها ابن ماجة وزجرها الإمام السيوتي في الدور المنصور في التفسير بالمقصور للفضاء العظيمة لسلط الإخلاص ان انت لو قرأتها لو قرأت سلط الإخلاص مئة مرة على طهارة كطهارة الصلاة بعد أن تقرأ الفاتحة بل الله لك مئة قصر في الجنة يعني كل واحدة بأصر كل واحدة بأصر ده في غير لي ده في اليالي العادية بس تكون طاهر على وضوء وتقرأ الفاتحة قبلها لذلك أنا قبل ما قرأت سلط الإخلاص سواء كنت بصلي أو حتى قاعد بقرأ الفاتحة عملا بالحديث بقى انهم قرأت سلط الإخلاص مئة مرة مئة مرة مئة مرة مئة مرة عشان مصدقة للحديث يبقى يبقى لك مئة أصر طب يضرب المئة أصر دول بقى في ثلاثين ألف في ثلاثين ألف صواب يبدئهم الإيام ملايين القصور أو ان القصر يبقى كبير جدا 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 لدرجة لا تصوروا عقل الله أعلم صواب لا تخذ صواب يعني لا تصوروا عقل لا تصوروا عقل ده بالنسبة لصوت الإخلاص تقرأ صوت الإخلاص فيه ذكر تاني عظيم جدا الحديث صحيح الإمام الألباني أفضل من ذكري كالله الليلة مع النهار والنهار مع الليل يعني أنت لو قلت ذكر ده كأنك ذكرت ربنا سبحانه وتعالى أربعة عشر ساعة متصلة يعني يكلم يكتب لك قيام يكتب سواب ذكر يوم كامل لم تفتر عن ذكر الله لحظة واحدة سبحان الله الله الليلة مع النهار والنهار مع الليل قلت بل يا رسول الله قال أن تقول سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملأ ما خلق سبحان الله عدد ما في السماء وما في الأرض سبحان الله ملأ ما في السماء وما في الأرض سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملأ كل شيء ثم تقول الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملأ ما خلق الحمد لله عدد ما في السماء وما في الأرض الحمد لله ملأ ما في السماء وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله ملأ ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملأ كل شيء ثم تقول الله أكبر مثل ذلك ثم تقول لا إله إلا الله مثل ذلك وفي رواية ولا حول ولا قوت إلا بالله مثل ذلك الزكري ده الرسول صلى الله عليه وسلم قوتي جوامع الكلم أفضل من أن تسكن الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة دون أن تفطر عن ذكر الله لحظة وحيدة طب لما تقول ليت السواب العشرين يبقى السواب إزاي؟ يبقى السواب إزاي؟ إذا كنت قلت لكم قبل كده إن إنسان لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أجوان مئة مرة سبحان مئة مرة قبل الليل كما جاء في الأحاديثة التي حسنها بعض علماء وصحاها بعض علماء بيكتبون مئة حجة بسبب مئة غزوة وكأنه أعطق مئة ولب من بلئ إسماعيل وكأنه تصدق بمئة بدن أمئة جمل والكلام ده كله ما بيخدش عشر دقيقة أوروبية ساعة مبالغة ما بتشكد ربنا في 24 ساعة متصلة يبقى السواب بيعمل إزاي؟ لو سم أنت ممكن لو قاعد يسكر ربنا يوم كامل ممكن يسبح خمسين ألف تسبيحة بكل واحدة منها شجرة في الجنة كل واحدة منها شجرة في الجنة طب ده أنت لو ده بيضرب الكلام ده في تلاتين ألف أكتر من تلاتين ألف هو أي عمل بتعمل لولة السابعة العشرين ويضرب في تلاتين ألف أفضل من تلاتين ألف عمل يبقى كأنك ذكرت ربنا سبحانه يبقى تاخد صواب ذكر تلاتين ألف يوم كامل من الصبح البالله طب ده بقى في الميزانة ديهم اليوم شوف بقى الفرق من الإنسان يكون عارف السواب من عمي العملا قبل جاء في الحديث صحيحة تاسب أجره عند الله فهو حزبة الله عند الله تعرف السواب إيه؟ تبقى كبير من اللي عارف السواب تبقى تعمل الأعمال دي وانت محتسب الأجر عند ربنا سبحانه فهو حزبة الله عمل تاني بسيط تقول اللهم اخفر المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات وملادهم آدم حتى الله مخفر المؤمنين المؤمنات وتبكررها أستغفر الله قال جاء في الحديث له طرقه كثيرة جدا تقول بعضها واح حسنه الألباني وصحه الهيثمي من قال استغفر الله للمؤمنين المؤمنين المؤمنين ومكتب الله له بكل المؤمنين ومؤمنة حسنة طب دلوقتي على وجه الأرض مليار ونصف مليار مسلم يبقى تاخد مليار ونصح حسنة الحسنة بعشرة ومستاشرة مليلت حسنة لو انت اقررت الكلام ده على عقل أصابع اللهم مغفروا منهم المؤمنات اللهم مغفروا منهم ولقل Denise اللهم مغفروا منهم ولقل Denise عشر مرات بمية وخمسين بلار حسن طب لما تقول الله مغفروا منهم أمنات من لادن آدم حتى تقوم الساعة حصابة كل مبينة على وجه الأرض حتى يوم القيامة اي بس فبحة تضعف كتير تقول له ايه خمسمائة مليار حسنة وبدرب الكلام ده في تلاتين الف خمسمائة مليار في تلاتين الف يعملوا كام؟ بصواب؟ انا حسبتها لقيتها خمسمائة او الف و خمسمائة تريليون خمسمائة مليون مليون حسن حاجة رقم يعني ايس اقال حسبة بقى وتعالي شرطان تحسبه فضلا عن كم عظيم جدا من مغفرة من رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قال الله مغفر من دعا اخيه بظاهر الغيب ووكل الله له ملكا يكون له ولكا بمثل ولكا مثل فلم تدعي المؤمنين بالمغفرة هذا احرى ان يخفر لك قبل ان يخفر المؤمنين بايزان شوف هذا الصحاب العظيم تلولينات الحسنات بالذكر وفضلا عن كم عظيم جدا الله مغفر المؤمنين امنات الله مغفور تكررها ما شاء الله أن تكررها الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مئة مرة مثلا على الال اللي ما عرفوش بقى فيه ناس كثيرين ما عرفوش السواتة اللي حوق له دلوقتي فيه حديث عن براء ابن عازب رضال عنه قال من صلى علي صلاة من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم بها عشرا وكتب الله له بها عشرة حسنات ووحعت عنه عشرة سيئات ورفع له عشرة درجات وكانت له بعدل عدق عشرة رقاب وكانت له بعدل عدق عشرة رقاب طب يعني ماذا الكلام ده؟ يعني انت لو صليت على نبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة بصغة يسيرة جدا ليس لازم الصغة الإبراهامية لانها شقة وطويلة هتقول اللهم صلي وسلم على محمد او أنا شخصيا بقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وبعده كرر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي هتأخذ مئة مرة هتأخذ صحابة دقيقة كأنك أعطقت ألف ألف رقبة من والد بني إسماعيل يضرب عشرة فيه الحديث ده بيقوي حديث ثاني صحيح؟ عن سيدنا أباكر الصديق إنه قال الصلاة على النبي أفضل من عدق الرقاب الصلاة على النبي أفضل من عدق الرقاب حديث صحيح موقوف على سيدنا أباكر الصديق ده يقوي الحديث بتاعت يبقى كأنك أعطقت ألف رقبة وحيترفع لك كم درجة في الجنة؟ اضرب مئة فعشرة ألف ده الكلام ده في غير ليلة القدر الصوبة في ليلة القدر اللي هو أكثر ليه أفضل من تلاتين ألف ليلة يبقى هاي بس زاي؟ كأنك أعطقت تلاتة مليون تلاتين احنا قلنا مئة ألف رقبة طب ألف في تلاتين ألف بكام؟ تلاتين مليون كأنك أعطقت تلاتين مليون عبد في سبيل الله ده فشكلا بس ده في حديث صححه ابن عدي في الكامل وحسنه الإمام السيوطي وصححه أبو أبو داود من صلى علي صلاة كان له من الأجر كان له كان له قنطار من الأجر كأحد كان له قيرات من الأجر كجبل أحد أو كأحد يعني إيه؟ عندما تصلي على نبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ربنا بيديك قراط أو جبل زي جبل أحد حسنات فيه ثلاثة صحهوا حسنوا يبقى يبقى أنت عندما تصلي على نبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة بتحطيك في ميزانك مئة جبل زي جبل أحد في الحسنات طب مئة جبل يدرب الكلام ده يدرب الكلام ده فقط من ثلاثين ألف ثلاثين ألف في مية ثلاثة مليون جبل ثلاثة مليون جبل حسنات إيه السباب العظيم ده؟ ليس شيء لا يصدقوا عقله ده الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة السبعة العشر تقرأ خواتيم سورة البقرة خواتيم سورة البقرة تسوي القيام ليلا بحالها حديث في ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق أو كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفين عام كتب فيه خواتيم سورة البقرة من قرأها مرتين أجزئته عن قيام الليل وعبد الله بن عمر رضي الله قال في حديث صحيح برضه أنها تجزئ عن قيام الليل العماء قالوا إيه؟ قالوا ستة أقوال قالوا أن الإنسان يقرأ خواتيم سورة البقرة كأنه قاعد يقرأ كرآن طول الليل أو يكتب له قيام الليلة بحالها لذلك الناس سيدنا عالي بن أبي طالب قال ما عقلة من طرق قراءة خواتيم سورة البقرة ليلة واحدة ما عقلة يعني ما عندهش عقل إنصابة العظيمة طيب يبقى أنت لما تقرأ خواتيم سورة البقرة مرتين في ليلة السابعة والعشرين هتحصل سابعة بإيه؟ تلاتين ألف ليلة؟ قيام؟ قيام تلاتين ألف ليلة أو أكتر؟ شو بقت السواب ده؟ شيء عظيم جدا تقرأ خواتيم سورة ألي عمران آخر أشعيات جاء في فضليها أنها بقيام ليلة برضو روى الإمام الدارمي بسند فيه ضعف أنا قلتلك قبل كده أدلة كثيرة تصح هذا الحديث إن سيدنا عثمان بن عفان قال من قرأ خواتيم أو آخر أشعيات من سورة ألي عمران كانت له بقيام ليلة بداية من قول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الأولي ألباب الذين يتكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته هما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأماننا ربنا فاخفر لنا ذروبنا وكفر عنا سياتينا وطوفنا مع الأبرار ربنا إلى آخر الآيات الآيات دي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم عندما يستيقظ من النوم ويمسح عينيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الآيات دي نزلت عليه آيات للليلة ويل لمن قرأها ولما يتفكر فيها وقال عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآيات قيام تفكر ساع خير من قيام ليلة وفي رواية خير من عبادة 80 سنة وروي هذا الكلام عن عبد الله بن عباس وده يقوي ويأكد أن إنت لو قريت أخذ عشعيات وده غير كمان أن البقرة وقال عليه عمران يقرأوا الزهروان أو السراجان يوم القيامة كغيامتان أو كغاببتان أو كطيران يسواف يحاجان عن صحيبهم ويمقابتان إذا كانت قواتيم سلطة بقرة لها الفضل العظيم ده بأيذن الخواتيم ألي عمران كمان لها الفضل العظيم ده لأن الاثنين اسمهم الزهروان بأيذن لو أنت قرأت آخر أشعيات من سورة ألي عمران يكتب لك تساوي قيام ليلة في السواب إضرب بقى الكلام ده في ثلاثين ألف طيب قلت سبحان الله بحمده مئة مرة سبحان الله بحمده الواحدة منها بس أفضل أحب عند الله سبحان الله تعالى أن ينفق جبل الزهب في سبيل الله ولو قلتها مئة مرة أفضل من أنك تصوم كل يوم أفضل من واحد يحج ويعتمر ويصوم شهر كامل بس طلع فروض بره أقول لكم الدليل من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحقيص والحديث الصحة والإمام الألباني منها له الليل أن يكابده وجابنا عن العدو أن يقاتله وبخل بالمال أن ينفقه فليكتر من سبحان الله وبحمده في أحب عند الله سبحانه وتعالى أن ينفق الورق والذهب وأحب عند الله أن ينفق جبل الذهب في سبيل الله إذن سبحان الله وبحمده صبع عظم جدا جدا وقال عليه الصلاة والسلام أن يقولها مئة مرة الصبح في أسكر الصباح غفرة الظنوب لو كانت مثل زوابض البحر ولا نهاية يا أحد من يوم القيامة بمثل ما جاء إلي أن يقولها مثل ما قال أو أفضل من ما قال حتى لو حجوا أعطموا رجاء في سبيل الله حتى لو حجوا أعطموا رجاء في سبيل الله لأن الجاء لأن الزكري الله سبحانه وتعالى أعظم الأعمال على إطلاق وأنا قلت لك قبل كده أن الزاكرين الله كثيرين وزاكرات يوصلوا إلى منازل أعلى من الشهداء وجبتلك الأدلة من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلا أدلوكم على خير أعمالكم وأسكاه عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم غدا فيضربوا أعناقاكم قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إن ذكر الله أفضل من الجهات في سبيل الله وأفضل من أن تقتل في سبيل الله لذلك قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون قالوا ومن هم المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثير وزاكرات يبقى لما تقول سبحان الله وبحمده ليلة السابر عشرين مئة 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 مرة على الأقل طب بتساوي مئة جبل دهب مئة جبل دهب في سبيل الله طب يضرب الكلام ده في تلاتين ألف أنه إحنا بقولون نتسابة العمل أحب زيما سيدنا قال سنبري مالك إذا ترى بقي بالصباح يبقى بسي كيف تقول لك أحاولها لقوتة اللي بقية مئة مرة على الأقل لأنها كنز من كونز الجنة طب ده كنز من كونز الجنة في الأقل الأعادية طب هنا قلت لرى قلتها مئة مرة ليلة السبع عشرين أفضل من أن تقولها مئة مرة في تلاتين ألف ليلة غير ليلة السبع العشرين جزلك سبحان الله و بحمد. لو قلتها مئة مرة في الليلة السبعة العشرين. أفضل من تقولها مئة مرة وتكرر العمل ده تلاتين الف ليلا في الليلة السبعة عشرين. فقدنا عن كل الأمل اللي احنا قلناها دي. يبقى مئة كنز اضربه في تلاتين الف. يبقى اضربه في مية. يبقى تلاتة مليون كنز في الجنة. لو قلت لها حاولها قلت اقلي بالله في ليلة السبعة العشرين. شوفوا بقى السباب العظيم. هو ده. اهم حاجة اخلاصه ان هي والا محتسب الكلام اللي بقوله ده كله. وانت بتقول لب انت بتعمل الاعمال ديت. في الليلة السبعة العشرين. اللتي احتسبوا على الله سبحانه سبحانه وتعالى. انها العيلة السبعة العشرين. فأنا حاول اكتبتكم هذا كلام ده كله. في الوصف بعد الفيديو. يا ريت انسخوا هذا الكلام وتنشره. الفيديو ده مهمي جدا. يا ريت كل اللي أش catches دوقتي يحاول انسخوا وانشره في كل المواقع. لان من علم علما فانه له اجر. فمن عمل به إله من القيامة إله من قوزك وجريم شايف لو علمت واحد علم حاجة وبقى يعملها بسبب كنتة هو السباب اللي هو ياخده هو واللي هيتعلم منه هيبقى في نزانة كنتة اليوم الإلهامة كل ما يكرر العمل ده سبب عظيم جدا ذلك نشر الفيديو ده في حد ذاته سبب عظيم جدا جدا أقول قول هذا وأستغفر الله لي لكم السلام عليكم